النهاردة عندنا موضوع مهم جدا جدا كان محل جدل على السوشيال ميديا وفي الأخبار عن أهم محافظات مصر عن أسوان موضوع أسوان يا جماعة اللي يعني شفنا ناس كتير جدا بتسأل عنه وكان ترند السوشيال ميديا عنوان كتير زي إيه اللي بيحصل في أسوان تصدرت بالفعل محركات البحث حصل فيه تطور مهم جدا مبارح الدكتور خلد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة طلع في مؤتمر صحفي ووضح الصورة بالكامل بعد التحليلات اللي عملتها وزارة الصحة لكل الحالات اللي تعبت هناك بسبب النزلات المعاوية الكويس في الموضوع أن الحكومة كانت سريعة في التعامل مع الموقف أول ما حصلت الأزمة رئيس الوزراء قال إحنا هناخد وقتنا في التحقيق ونشوف إيه اللي كان بيحصل وكان موجود هو والوزراء المعنيين نزلوا على الأرض تابعوا كل التفاصيل وزير الصحة مبارح أكد معلومة مهمة جدا جدا يمكن ذي اللي كانت بتهم الناس كلها إن مياه النيل سليمة وما فيهاش أي تلوث والحالات اللي دخلت المستشفيات خرجت من بعد العلاج وكان عندهم أزمات أو ظروف صحية تانية زي الأمراض المزمنة يعني بعيدة عن المشكلة اللي حصلت فعلا يعني ياريت الناس ما تصدقش أي حاجة بتتقال على السوشيال ميديا وتتأكد لأن الأسف فيه مليون حد ليه مصلحة أنه هو يطور الشائعة ويكبر كورة التلج اللي بتتضحرك وبيخلي الموضوع أكبر من حجبه وفيه أكتر من حد زي ما قلنا يعني ليه مصلحة في هذا الأمر على أي حال فيه ناس كتير جدا حاول التروج زي ما شفنا إن مياه النيل مياه ملوثة بسبب الحرب في السودان والكلام ده علميا طلع كلام مش صحيح الوزير أكد إن فيه نظام مرأبة على طول الحدود بيكشف هذا النظام على مياه نهر النيل بشكل دوري وإن تم فحص 85 عينة من كل محطات المياه وجميع هذه النتائج خرجت سليمة وإن إحنا في انتظار نتائج الوصلات الداخلية اللي في القرى اللي يمكن كمان حتظهر كمان يومين ولكن إحنا خدنا التحليلات اللي على مجرى نهر النيل الرئيسي يمكن إحنا شايفين دلوقتي مع بعض على الشاشة الدكتور خالد عبد الغفار بيزور المستشفيات وبيزور المرضى وبيتحدث مع الطاقم أو الأطقم الطبية هناك عشان أكيد يتطمن على الأوضاع وزارة الصحة بعثوا فرق وقائية كمان للقرى الفريق ده كان بيعدي على كل البيوت ويشرح للناس الوضع الحقيقي عشان يطمنوهم ويعلموهم إزاي يتجنبوا النزلات المعاوية المهم أن الناس تبقى عندها وعي ونفهم طرق الوقاية ألف سلام على أهلنا في أصوان وربنا يحمي الجميع والحمد لله أن المعلومة المهمة جدا أن مياه النيل نظيفة وليست ملوثة مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر